ما بنبطلش توعية بمخاطر التدخين والسجاير والسجاير الإلكترونية والملاحظ بقى أن الشباب دلوقتي عددهم بيزيد للأسف اللي بيستخدموا السجاير الإلكترونية البعض بيروج إنها أخاف ضرراً من السجاير العادية لكن في الحقيقة الاتنين مخاطرهم كارثية على الصحة السجاير الإلكترونية دي أو التبغ اللي بيتم تسخينه وبيضر بصحة الإنسان وبيصيبه بأمراض كتيرة جداً قلبة ودموية، انسداد رئة، جهاز تنفسي، جهاز هضمي بتيجي نتيجة التدخين السجاير الإلكترونية ورغم أن الشباب عارفين كل هذا الكلام إلا أنهم ما زالوا حتى هذه اللحظة للأسف عددهم بيزيدوا، بنشوفهم في الشوارع كمان خلالها في تفاصيل أكتر من ضفنا الدكتور وائل صفوات استشاري البطنة وعلاج التدخين ورئيس اللجنة الدولية لعلاج إدمان التبغ اللي منوارنا في صباح الخير يا مصر ودايما بنتشرف ذيك يا دكتور، صباح الخير عليك صباح الفل على حضرتك ومفضوط أن أنا معاكم وفي فقرة جميلة برضو عن الاختيار بتختار إيه؟ حقيقي؟ احنا نختار فيب، ولا تفغ مزخن، ولا شيشة؟ ولا نختار نبطل ولا نختار من غير الكلام ده كله خالص طبع طيب ده عظيم جدا احنا كل مرة بنتكلم عن أضرار السجاير الإلكترونية ومع ذلك الشركات بتروج لها وبتقول أن هي أخف ضرر الشباب اللي بيشربوها فرحانين بكمية الدخان اللي طالع منها وبرضو بيقولوا أن هي أخف ضرر من السجاير فاحنا عايزين برضو نعيد تاني، ممكن نعيد نفس الكلام تاني لكن برضو على سبيل التواية مخاطر السجاير الإلكترونية طيب من خلينا نبتدي بشكل مختلف نقول يعني الفوائد والمحاسن بتاعة عدم التدخين من المرة واحد أو الإقلاع عن التدخين بصفة عامة لأن أنا في أكتر من برنامج طلعتها بتكلم على أضرار الفيب وأنه بيعمل بوب كورن لانج أو اللي هي رئة الفشار لأنه هو طبعا جلسرين وبيلزق على الشعب الهوائية أنه بيأثر على الانتصاب عند الرجال وعند الخصوبة وحيات كثيرة جدا بس دايما الناس تقول لي أو تكتب بقى في التعليقات والحيات دي طب ما يعني نرجع بقى نشيش نرجع نشرب سجاير يعني هو يا كده يا كده يعني ما فيش حيك اختيار ثالث مبطط أه ما بالزبط هي الفكرة كده فالتحسن اللي بيحصل بعد أول ساعتين من الإقلاع عن التدخين بصفة عامة أو البعد عن التدخين السلبي زي ما بيقولوا أن الرئة بتبتدي تطرد حاجة اسمها مادة أول أكسجين الكربون اللي موجودة في الشيشة والسجاير والحيات المشابهة والأكسجين يبتدي يخش يعني الجسم يبتدي فعلا أن الخلايا بتاعته تتنفس بعد شاعتين بس آه يعني الموضوع بيتحسن بشكل دراماتيكالي يعني ده اللي بيحصل على فكرة مثلا في الناس اللي بتصوم 16 ساعة في رمضان مثلا الاتنين والخميس والحيات دي أول سجارة وده الناس كلها يعني هتاخد بالها منها المدخنة أول سجارة أو أول نفس فيب أو أول نفس من التبغي المسخن بيبقى دوخة وعدم اتزان كده لحظة لأنه خلاص السموم اللي خرجت من جسمي ابتدت ترجع تاني فاللحظات السواني اللي بتحصل بعد أول سجارة دي اللي هي بعد جسمي منظف يعني الناس بتبقى متخيلة أن أنا لو بطلت سجار دلوقتي أنا خلاص بقى من جسمي كده كده اتضر وريقة بتاعتي خلاص بهدلت فما فيش داعي بقى خلاص أكمل ده أنت دكتور بقول بعد ساعتين بس من الإقلاع بتشوف نتيجة على طول وطبعا العملية بتستمر وكل لما الواحد ابتدى يعمل رياضة يأكل أكل صحي يبتدي الأمور تتحسن بشكل كبير وفيه طبعا أدوية وجلسات عليك بالأكسجين وحاجات كثيرة فما الناس وأنا مبسوط قوي من الموضوع باللي أنتم بتطرحوا لأنه هو منتكلم على الشباب لأنه إحنا قلقانين فعلا على الشباب مش عايزة أقول الكلمة بس يعني اللي دخن دخن خلاص يعني هنحاول نساعد وحنحاول نخليه بطل بس احنا مش عايزين الجودات بقى اللي لسه داخدين وانتوا لسه كلمة فقرة على نمازج جميلة جدا عملها تنسقية شباب الأحزاب وقابليها فقرة تانية عن الخير العمالي يحصل في البلد في الشباب اللي هم 50% من المواطنين في مصر فاحنا بنتكلم على مستقبل مصر فعلا فمش عايزينهم يخشوا وخاصة بقى الفيب والتبغي المسخن ده بقى طعامة الكريز والتوت والبيناكولادا والشيز كيك والحاجات الروشة الكتيرة دي وزي بحاجة بتقول كده المنظر الضخم دوت العادم اللي بيطلع ده فالموضوع بيبقى جاذب ليهم جدا ويعني احنا عايزين نبعد عن الجلسلين وعايزين نبعد عن الفيب وعايزين نبعد عن النيكوتيد اللي موجود في كل المنتجات بتاعت اللي تبغى ونبتدي نختار صحتنا نختار حياتنا ونختار ان احنا نتنفس وندي فرصة لجسمنا انه يتنفس يعني يعني متهالي من عجبني ان حضرتك بتدور على طريقة ايجابية اكتر ان الناس تبطل تدخين انه طب تعالوا نتكلم بقى عن ايجابيات انك ما تكونش بتدخن اصلا ويمكن فيه فيلم كده امريكي كان بتعرد وهو كان البطلة فيه كان عندها مشاكل في الرئة وكانت ماشية طول الوقت باموبة اكسوجين فلما قابلت حد هي المفروض حبيته كان ماسك سجارة فهي بتقوله انت ازاي قادر تعمل في نفسك كده انت مشايف حالتها كتعاملة ازاي خليني اقول انه يمكن دلوقتي مش بس الفيب انه يعني فيه حاجات تانية الناس بتلجأ لها زي الايكوس مثلا او غير او غيره او غيره الحاجات دي هل هي فعلا اقل ضرر زي ما الناس يعني عايزين بجد نتكلم في حقيقية هل هي فعلا بالعلم كده اقل ضرر نسبة النوكوتين فيها اعلى لكن مش عارفة نسبة ايه فيها هل ده بيأثر وفي الاخر طب ما الرئة كده كده بتخلده خان يعني انا مبسوط قوي بالعرض اللي حياتك قلتي ده وخاصة المشهد انا يعني شعريت ما شفتش الفيلم بس يعني الفيلم ده الفيلم ده قوي فعلا يخليك تبقى اللي هو انت قصب شستجن بحد مدخن بالزبط لان لما يعني اللي مر بالتجربة بتاعت العناء المركزة وانه هو مش قادر ياخد نفسه وانه هو مش يعني دي صعب قوي وعلشان كده حتى دايما بنقول ان سبحان الله يعني الهوى الحاجة الوحيدة اللي ربنا مداش الانسان التحكم فيها يعني الاكل ممكن حد ما يجيب لكش اكل ما يجيب لكش ما ينمى الهوى موجود في كل حتة فما انت ما تخنقش نفسك بنفسك وطبعا اللي بيشوف المشاكل بتاعت الجهاز التنفسي دي وطبعا كل انواع التبغي بالفيب وكل حاجة بتأثر عليها زي ما قلنا فالضرر ودائما الستقال ده بتسئله طبعا بس حتى الشركة المصنعة او الشركات المصنعة او الناس المصنعين بيقولوا ان هو سموم اقل 5% سموم 10% سموم بس في الاخر اسمها ايه؟ سموم هي طبعا ما هيش اقل ولا حاجة منظمة الصحة العالمية والFDA اللي هي منظمة الاخذية بتقول ضرر مختلف مضيفايد ريسك برودكتس يعني هي نوع مختلف من الضرر ليه لانها فيها حاجات ما كانتش موجودة في السجاير فيها الجريسرين والجلايكول ودولة بيقدوا لمشاكل كثيرة ومن ضمنها تأثير على الانتصاب زي ما كنت بقوله عند الرجال وفي نفس الوقت على الرئة حاجة اسمها تلبد الرئة ده الفيب وحاجة زي الايكوس التبغ اللي موجود فيها انا بشوف حالات كتيرة جدا بيجي لها ديء شديد في التنفس بيبقى فيه تحسن في النفس انما بيحصل ألم في الصدر بطريقة رهيبة واكتشفنا انه هو فيها معادن معادن زي الليد زي الرصاص زي الليثيوم الحاجات دي ما كانتش موجودة في السجاير ليه لانه فيه حاجة بتسخن الحاجة اللي بتسخن ده كوي كوي لده معدن تفاعله مع التبغ اللي هو بروسازد المفروض بروسازد يعني مصنع او يعني حتى الشخص لو فتح العلبة او السجارة العادية وفتح السجارة اللي هي القصيرة الصغيرة بتاعت الايكوز سمحي بتقولي هيلاقي نوعية التبغ بروسازد حاجة وتفرشت وتحط عليها إضافات عشان لما تتسخن تأثر أكتر يبقى الشخص يضمنها أكتر وعشان كده فيه قصور بيحصل شديد في شرين القلب يعني بنشوف احنا بقى أنا بشوف الجانب الآخر بقى في معد القلب ومعد الأورام المناظر السيئة والمناظر اللي احنا يعني بنتخض منها لما شاب صغير وأبوه أمه داخلين عشان يعملوا له قصطرة علشان قاطر بيدخن والعكس الابن اللي بيجر والده عشان بقاله سنين وسنين بيدخن ده في كل الأنواع طبعا بما فيها الشيشة والتبغ المسخن والفيب فهو ضرر مختلف ليس أقل ضرر بالتأكيد ليه دايما بنتكلم عن أضرار السجير مش الشيشة لأ بنتكلم عليهم كلهم ده بالعكس ده الشيشة كمان وده يعني أشكرك برضو على السؤال ده لأن فيه ناس كتير عندها الوهم بتاعنا أنا طالما بشربها مرة في اليوم أو مرة في الأسبوع فخلاص بس جلسة الشيشة اللي هي القعدة لمدة ساعة سواء بقى بشرب حجر معسل سلوم قص مش عارف ايه ما بقول بالأنواع بقى قطر الناس تتحضر معنا كده أو تصحصح والنحة التانية التفاحة والأنواع بقى الغريبة والنكهات النكهات المختلفة وكلام ده الجلسة الواحدة لمدة ساعة بتعادل ميت سجارة يعني ليه لأن فيه فحر ما كانش موجود برضو في السجير فيه جليسرين ما زال برضو عشان يدي برضو دخان كتير مع الحرق وطبعا فيها نيكوتين والنيكوتين ده ضار بكل الشرايين والأوعية الدموية وده السبب بتاع الإدمان ليه للشخص وإحنا عمين نتكلف ضحيب بتقول سنين وشهور وعملين نزن والناس ليه مكملة لأن فيه حاجة بتحصل نوع من الأنواع الكيف والاستلطاف والانبساط أو المزاج المعدول نقدر نقول لما بيبعد عنها بيبقى مزاجه مش مزبط ويقولك يا عم يعني جت على شوية كحة جت على شوية تعب مش فارقة معاه لأن الضرر مش ظاهر قدامه طبعا كلهم فيهم نيكوتين وكلهم فيهم مشاكل طبعا أنا بس عايز أشير لنقطة مهمة جدا يا دكتور الناس مثلا ممكن يقول إيه أنا ما أنا عندي في العائلة والدي بيدخن وعنده 70 سنة وزي الفل بيكحه وخلاص وأنا عندي قدامي مثال ناحية التانية جاري عنده 80 سنة ومماتش من السجاير ده مش مقياس بالمناسبة وأجهزة الجسم مختلفة من شخص الآخر أنت ممكن يا دوب بتكون لسا بادئ تشرب سجار مظبوط الكلام دا صح طبعا طبعا جميل جدا لأنه حاجة بتقوله دوت لأن ما فيش جسم زي التاني وما فيش ضرر أو ما فيش حاجة بتضر جسم زي التاني زي ما حاجة بتقول ودايما أنا حتى بقول كمثال كده أنت بتقول أنه ممكن واحد عمره مدخن وهو معد الشارع عربية خبطته مات أو جاله سرطان أصد ده كلام المدخنين بالضبط وعمي أو خالي أو والدي عنده تسعين سنة وما حصلوش حاجة دايما بقول لهم أنت دلوقتي لو طالع اسكندرية ومعاك عربية مهتم أنت بالبنزين بتاعها والزيت والسيانات والكويتش والفرامل ومتطمن عليها أو معاك عربية مطنش وما حطتش بنزين وما حطتش زيت أيهما معرض أنها طاعتها في الطريق وإنت رايح اسكندرية أيهما معرض أنها تعصل لها حدثة بالتأجيد فأنت عمل اللي عليك وخد بالك زي ما حدت بيقول كده أن أنا جسمي استعداده والمشاكل يعني حتى إحنا سعاد بيبقى التنفس أو اللي اسمه التدخين السلبي بيؤثر على الشخص الغير مدخن أكتب من مدخن يبقى الراجل عمال يدخن عادي وأنا اتعرضت زي ما حدت بيقول كده شوية حاجة بسيطة من التبغي ده تده يجيلي مشاكل في القلب وسرطنات وحاجات زي كده فما تعرضش نفسك طالما في إيدك لأن حدثة عربية أو لو جالي سرطان بسبب آخر أنا مش ما ليش زنبي فيه أو مش أنا السبب في اللي أنا جبته لنفسي فبالتأكيد الموضوع هيختلف تماما طالما فيه أدوية وطالما فيه علاج وطالما فيه قرار يعني برجع برجع برجو تاني للموضوع بتاعك اللي هو اختار الاختيار انت ربنا سبحانه وتعالى أدلك حرية الاختيار وحيحسبك على هذا الاختيار ف يعني الحلقة دية أو الفقرة دية الناس اللي بتسمعها ربنا جاب الناس تقعد هنا تسمعها عشان خاطر تختار ويختار طبعا ان أنا أعود جنب واحد مدخن ولا لأ وان أنا أدخن ولا لأ واختار ان أنا أنصح اللي قدامي وطبعا في حتة النصيحة دي مش عايزين الستات تقعد تتخانم مع جوازها وتقوله بقى الفلوس بتاعتك مع رأي يعني مش هتيجي كده تنصحوش بالشكل المرعب ولا الأم تقول لابنها كده لأن كتير طبعا من الأبناء داخلين في البيول عليه شهر العسل بتاعت التدخين اللي هو لذيذ أوي أدخن أحس باسترخاء وأن أنا كبرت والدخن طالع وبتعفق لأ لازم النصيحة تبقى مناسبة لي انت شايف نفسك يعني في ايه في التدخين ده انت الاختيار اللي انت بتختاره ده وتختار رياضة وشكلك يبقى كويس وعضلات وجسمك والكلام ده ولا ان انت تقعد تخش في هذه الحاجات الغريبة اللي كمان يعني الفيب اللي أنا قلقني منه فعلا انه معلوهش رقابة واحنا اتحركنا مع مجلس النواب وتحركنا مع كذا أعلمين وعندنا حتى الأسبوع ده والأسابيع القادمة خطوات علشان ننادي بتقنين الفيب تقنينه بمعنى انه هو يبقى تحت الرقابة اللي داخل جوه المواد الموجودة دي الناس اللي بتبيع المنتجات المستوردة وبتتبع في كل السوبر ماركس وفي كل الأماكن دي بتتعامل عليها تشك ويتعرف ايه اللي جوه لان ما نعرفش ممكن يكون الزيت ده غريب قوي اللي فيها جدا وبعدين بجد الناس اللي بتشرب فيه دايما تلاقي انت قاعد فأمان الله في دخانة جاية عليك من غير ليه انا اخد نفسك يعني ليه انا يجي على وش ينفس حد بالزبط فده من الحاجات السخيفة جدا مش بس وبعدين بجد انا بعض افكر الدخانة نفسها غريبة برضو جدا كبيرة جدا الجسم محتاج قد ايه وقت عشان يتعافى من السموم اول ساعتين زي ما بقول كده بتخرج منه كمية او ضربات القلب الاول بتتحسن بشكل كبير بعد كده الاول سودي الكربون في حالة شيشة والسجاير بتختفي اول سودي الكربون بصراحة مش موجود في الفيب ولا في الايكوس بس فيه بقى معادن واطران موجودة في كل الانواع وبالتأكيد الجليسرين والحاجات دي بناخد من ثلاث ايام لثلاث أسابيع فعلا اه يعني طبعا مع سوائل في حاجات اسمها الديتوكس ده انا اخد حاجات تساعدني على اخراج السموم والسموم كده كده عند المدخن وغير المدخن فالديتوكس ده مهم جدا العلاج بالاكسوجين والعلاج بالاكسوجين ممكن يكون في الهوى العادي بس اجري واتحرك وادخل اكسوجين بس فيه كباين واماكن بتدخل اكسوجين فالتحسن بيحصل بالتأكيد بالتدريج اه بس كل يوم الدنيا افضل من قبله لو انت شفت الفقرة دي دلوقتي زي ما الدكتور وقع 10 نقطة مهمة جدا فدير سالم من ربنا ليك في انك تحسن الاختيار لو كنت مدخن او حد جنبك مدخن ممكن تخليه شوف هذه الفقرة لو شفتها بالصدفة على السوشيال ميديا ما تبعتهاش على الهوى فدير سالم من ربنا ليك انك تختار صح او انك ماشي في طريق تغير هذا الطريق بنسكرك طبعا شكرا جزيلا الدكتور وائل صفط استشاري البطنة وعلاج التدخين ورئيس اللجنة الدولية لعلاج ادمان التب وشكرا جزيلا اللي كفهم شكرا جزيلا شكرا جزيلا اشترك يا دكتور اللي جودك معنا الله يخلي